اعلان حزب الله اللبناني استهدافه لاول مرة بلدات جديدة شمالي اسرائيل بصواريخ كاتيوشا وضرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوب المحتلة بصاروخ وابل الثقيل اضافة الى انفجار طائرة مسيرة قرب السفارة الامريكية في وسط درة التاج تل ابيب يعني تطورا نوعيا واضحا في معارك حزب الله والحوثيين ضد دولة الاحتلال وان اسلحة اكثر دقة وفاعلية تستطيع اختراق نقاط الضعف في منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلي تظهر مع كل تصعيد جديد الاعلام الاسرائيلي اشر الى اطلاق سبعين قذيفة صاروخية من لبنان صوب اسرائيل وبيان لجيش الاحتلال عقب انفجار تل ابيب الذي اسفر عن مقتل شخص واصابة اخرين اعترف فيه برصد الطائرة المسيرة لكن تقرر عدم اعتراضها لانها لم تصنف في منظومة الدفاع الجوي على انها هدف معادن مؤكدا انه في حرب طويلة وان الدفاع الجوي ليس محكما التصعيد الجديد يبدو انه رد على استمرار الاحتلال حرب الابادة في غزة واصراره على سياسة الاغتيالات في جنوب لبنان بعد اعلان كتائب القسام استشهاد احد مقاتليها امس في غارة شنتها طائرة مسيرة اسرائيلية على سيارته شرقي لبنان ونعى حزب الله عددا من المقاتلين في صفوفه الهجمات الاخيرة احدثت استنفارا لدى اجهزة الامن الاسرائيلية وعقب مداولات لتقييم الوضع بمشاركة رئيس اركان الجيش ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية قال وزير جيش الاحتلالي افغالنت ان جهاز الامن يعمل على تعزيز فوري لمجمل منظومات الدفاع وسيقوم بمحاسبة اي احد يستهدف دولة اسرائيل او يرسل ارهابا ضدها وخرج المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاجاري ليعلن ان الطائرة المسيرة اطلقت من اليمن وهي ايرانية الصنع من طراز صمات ثلاثة واقرها هاجاري بان تهديد الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله على شمال اسرائيل هي تهديد وجودي واكبر من محاولات الحوثيين اطلاق مسيرات على اسرائيل اعلام اسرائيلي نقل عن مسؤولين اسرائيليين تهديدهم بانه سيكون هناك رد على اطلاق الحوثيين للمسيرة الايرانية وان الخيار بشن عملية عسكرية في الاراضي اليمنية موجود على الطاولة وليس مستبعدا ان الرد سيكون هناك لكن الاحداث الاخيرة دفعت الكثيرين داخل وخارج اسرائيل لطرح اسئلة حول قدرة دولة الاحتلال على مواجهة تهديدات من هذا النوع بحجم اخر في حرب شاملة مقابل حزب الله وربما مقابل جبهات اخرى وكيف للجيش الذي يعاني باعترافه نقصا في المعدات والجنود وقصورا في اجهزة الرصد ان يصمد في مواجهة حرب لا يعلم مدها